دلوقتي ما حضراتكم هنزور جنة المهندس فهيم قابيل هو زارع تلات محاصيل استوائية في مساحة لا تتجاوز الخمسمائة متر زارع الباشنفروت والدراجنفروت وأيضاً قلب بينه هي جنة بالفعل خليكم معنا فاكرين الصوبة البسيطة دي صاحبها هو المهندس فهيم قابيل خبير المحاصيل البستانية وإنشاء مزارع الفكهة الاستوائية وقرر زراعتها بتلات نباتات استوائية مرة واحدة وفي نفس المكان الباشنفروت كنبات متسلق ومسمر ولي سعره في السوق المحلي والدراجنفروت اللي بقى أشهر من النار على علم في مصر وكمان نبات البيبينو أحدث الفواكه الاستوائية اللي بتتزرع في مصر وحمل كمان في الأرض محاصيل التوم والبصل وطبعاً هدفه حماية التربة من الأمراض وخصوصاً النماتودة النهاردة بقى ده وضع المزرعة جنة حائية وقطوفها دانية الباشنفروت انتشر بسرعة كبيرة فغطى المساحة بالكامل ونباتات الدراجنفروت بتكون سمرها وفي بعضها طرح بالفعل والبيبينو طرح وكلناه وكان أول مرة أشوفه وبالمناسبة طعمه زي الكنتالوب تماماً ولكن بدون سكر تقريباً يعني ممكن يبقى فكهة ضايت ممتازة أو لمرضى السكر تعالوا نقابل المهندس فهيم قبيل خبير زراعة المحاصيل البستانية عشان نتعرف منه إزاي نجح في إنتاج الباشنفروت بكسافة ما شفناهاش قبل كده انت عامل جنة عارف لما يقولك في القرآن كطفوها دانية فيش أجمل من كده جامعة ما بين الباشنفروت ما بين الدراجنفروت ما بين الببينو ما بين زراعات الطوم والبصل إيه الحلوة دي؟ وكمان تكسبني لأن لما حسبناها كده بتتكلم في 600 ألف مليون جنيه بنتكلم في أرقام كبيرة جداً من 500 متر الجنة دي بقى حكايتها إيه؟ حكايتها بسيطة جداً إن أنا بديت أفكر من 6 سنين إن أنا أعمل حاجة لنفسي وحبيت أشتغل على حاجة جديدة تنفع مصر وتكون حاجة فيها فكر في مساحات صغيرة في مساحات صغيرة طبعاً حسب إمكانياتي يعني أنا عندي مساحات دي هي دي اللي إحنا تحت دينا وهي دي اللي نمتلكها بدينا نفكر إن إحنا نزرع بقى حاجات تدينا إنتاج وتدينا دخل في حاجات بسيطة يعني الإراض ممكن نديك بمستوى فدان في الزراعات العشوائية اللي ناس شغال فيها صحيح وبدينا بقى نفكر برضو الإنشاءات حاكي إنه عارف إنها تكاليفة عالية جداً والأزمة الزراعية اللي إحنا فيها دلوقتي ارتفاع التكاليف في ناس كتير بتشتكي فإحنا لازم نفكر إحنا في الأزمات حتى على مستوى الدول بيتعامل حاجتي إن إحنا نقلل التكاليف ونزود الإنتاج بتاعنا صحيح فده اللي اشتغلنا عليه فأنا بتوسع رأسي داخل الطربة وتوسع رأسي فوق الطربة داخل الطربة بالطبقات الطربة بحيث استفيد من كل جرام تسميد وكل سنتيمية داخل الطربة مع الطبقات ونيجي نطلح فوق الطربة برضو نستثمر الطبقات فوق الطربة اللي هي الدور الأول ببينه أو زراعات حقلية زيتوم والبصل والدور الثاني اللي هو على المتر ونص اللي هو الدرجون فروط والدور الثالث اللي هو الباشن فاكة الباشن طبعاً فاكة استوائية بتركزها في أمريكا الجنوبية بتتزرع بكميات كبيرة في البرازيل وفي الأرجنتين والحمد لله ثبت نجاحها في مصر بأن هي يمكن أكتر نبات تقدر حضرتك تاخد منه مسطح خضري هو الباشن فأنا طبعاً حاندينا الدرجون بيحتاج تغطية التغطية التكلفة النهاردة عالت جداً والنت غيلي تغطيت؟ آه غطيت بالباشن وحولت القيمة مضافة أنه يديني سمر زي ما حالك شايف كده الجنة اللي احنا فيها دي ودي اعتبر احنا بنقول عليه بشاير يعني دايماً أول محصول ده بشاير؟ ده بشاير ما شاء الله بمتوسط 3 طن للفدان وبيوصل لـ 4 طن بفضل الله لأنه كمان بيضي دورتين فاكة الباشن فاكة يعني حكينا عنها شوية بقى بتزرع امتى؟ بتتقلم امتى؟ بتتسمر امتى؟ هي طبعاً لها الأول مساميات كتير لدرجة نفسهم ما فاكة العاطفة وفاكة الكوكتيل إن ربنا جمع فيها يعني غالبية أنواع الفاكة أكتر من طعم أكتر من طعم وعصيرية من الداخل وطبعاً زي ما حاك شايف كده السمرة هنفتح يا باشا والناس هنشوف كل حجازك السمرة نفسها عصيرية من الداخل وطعم لزيز جداً البريكس بتاعها عالي نسبة السكر أنا ممكن تصدر منع فاكة أنها صلبة ممكن تتصدر طبعاً طبعاً مطلوبة للتصدير بس إن شاء الله ننتوسع في المساحات مساحاتنا مش كبيرة يعني انا ما وصلناش خمسين فدان في مصر كلها ممكن ده بالكتير فهي فاكة في أمريكا الجنوبية في البرازيل وفي الأرجنتين وبتتميز بالطعم الحمضي والمزاق العالي جداً والريحة العطرة وفيها سكر وفيها نسبة سكر وفيها نسبة سكر عالية جداً وفاويدها بقى لا تحصى ولا تعد لو جينا نتكلم عن نموه الخضري نموه سريع جداً بيوصل خمسة سنط في اليوم الوحد يعني حضاك الكسافة الخضرية حاك شايفها دي في الفترة اللي فاتت دي بالمحصول بكله ما كاملتش إسالة يعني حضاك لما تشوف الفوايد بتاعتها لو جينا نتكلم بس عن فوايد الجهاز الهضمي لو واحد عنده إمساك عنده إسالة عنده عسرة هضم عنده انتفاخ عنده كذا كل الكلام ده كل ده علاج ليها لأنها بتحتوى على ألياف غذائية سهلة الهضم وبيتمتص بسرعة وبتقلل كل السرول في الأمعاء ده الحالة كمان حتى الناس اللي هي عندها أرق بيبقى بيوصي بأخذ سمرة واتنين قبل النوم بيبقى فيه النوم الناس الكبار السن مراحل الشيخوخ بيتأخر مراحل الشيخوخ طبعا مضادة فيها مضادات أكسادة تكاليف بتاعتها بسيطة جدا النمو الخضري غزير بتعندك الفدان لو حالك تشوف عدد الأشجار في الفدان مئتين اتنين وستين شجرة لو إحنا هنزرع أربعة في أربعة لو حنزرع بقى إذا ده انت زرع كل دي مش ب كل دي يعني دي كم في كامل المساحة دي 500 متر حطين فيها أربعة وشيني شطل مساحة مزرعة المهندس فهيم قبيل أربع قراريت ومقسمها لمساحة كبيرة لتجارب زراعة الدراجون فروت المفتوحة واعتمد على نبات الباشون فروت في منع عشاة الشمس المباشرة على النبات كمان عنده تجارب زراعة الدراجون فروت مع التين البرشومي والموالح وتطعيم الدراجون فروت على التين الشوكي وكمان تحميل الأرض بالتوم والبصل انت قلت كلمة العنب دلوقتي والناس اللي زارع عنب وشاليته مثلا ممكن تعمله بديل الباشون فروت دي فرصة عظيمة جدا احنا عندنا أكتر من 300 ألف فدان عنب يعني احنا وفي مشاكل طبعا عندنا ككميات وخلافه احنا عملية التنوع احنا عاوزين نوجه المستثمرين الكبار نقوله ما يا جماعة نوعه انا عندي النهاردة 100 فدان عنب ايه المنع ان انا يبقى عندي فدان باشين انت حاضط باشن فروت دراجون فروت ببينو وبعد الزراعات اللي بزراعها في المناطق دي طول مبصل بتنتج منها همانها فايدة للأرض عشان تبنع النماتودة صح كده تمام وتكويلك جدور النباتات دي وفي نفس الوقت بتاخد محصول تمام تعالى سبب الأرقام بقى كل محصول من دول انت حاسب ايه احنا عندنا البشر 500 متر 500 متر دول فيهم 24 شاتلت باشن جايبان لمتوسط 500 كيلو احنا عندنا 500 متر دول احنا حسبناها ازاي كل متر مربح حضرك شايفوا ده احنا قلنا فيه كيلو بيه ان شاء الله تعدي النسبة تعدي لكن خلينا نقول كل متر مربح فيه كيلو باشن يبانا عند الخمسمائة متر مسطح لقوفيق دول بخمسمائة كيلو وعندنا زي يوم وليه طلب ليه طلب طبعا احنا الكيلو تجاري في الأطنان عامل 130 جنيه في الأطنان في الأطنان يا سلام من 125 إلى 135 جنيه ما بلق واحد لما بتقطع جزئي بيتزيد بينحط عليه 20% و25% وفيه ناس بلي ما تبقى تكلفة عالية ونقل وكلام من ده بيحط اكتر من كده ممكن يعدي للمستهلك المستهلك المتين جنيه فانت عند 65 ألف جنيه باشن 500 متر حط هات زيهم بالدراجون يبانا عندك 130 ألف طب يكلفنا نموذج ده كم؟ النموذج ده يكلفنا 200 ألف جنيه بالإنشاءات بكل المتين ألف فيه 120 إنشاءات و80 ألف بيبقى شتلات وإستنداد الإنشاءات ده يبقى عبارة عن مواسير اللي حاك شايفها دي المواسير ده طبعا الإنشاءات دي بتبقى قصة كبيرة ممكن الناس تعملها خشب ممكن الناس تعملها حديد التغطية طبعا إحنا لو استبدلنا زي ما قلنا النت بالباشر إبقى أنت كده وفرت النت بتبقى قوائم بتبقى سلوك اللي حيطلع عليها الدراجون لإنحنا عندنا النباتات الاستوائية دي نباتات متسلقة فلازم تحط عليها حاجات لازم تحط لها حاجات تطلع عليها تشتغل عليها والنمازل موجودة نعم بالزبط طب نظام الرأي هنا واحد نظام الرأي واحد عن دين يعني نفس المياة اللي بيحتاجها الدراجون فروت هو نفس اللي بيحتاجها البشرون فروت بالزبط بالمناسبة الدراجون فروت فكهة شهيرة جدا بتنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية زي أسيا وأمريكا اللاتينية وبتتميز بشكل السمر الجذاب ولونها المبهر ولبها الأبيض أو الأحمر وفي بعض الحبيبات السودة وهي غنية بالكاربوهايدرات والبروتين والدهون والألياف وكنا بنستوردها وسعر الكيلو كان بيعادل ستمائة جنيه لأنها باختصار واحدة من أنواع الفكهة اللي لها فواية صحية كبيرة جدا أي حد يعمل نموزك ده تقدر تساعده؟ ما فيش أي مشكلة إن شاء الله مستعدين وجاهزين بإذن الله سؤال أنت عندك دلوقتي دلبي بينه صحي كده صمرة جديدة تماماً على السوق المصري نعم وطعمها زي الأناس صحيح صحيح وده الباشن صحيح جدا؟ وده الباشن بقى الحكاية بتاعتنا لما أنت حريك حاولت مثلاً تنزلت بيه حاجة زي كده الرد الفعل عامل إزاي؟ أكيد الرد الفعل الطبيعي إن الناس لما بتشوف حاجة جديدة الدرجون أنا عارف الناس بتخطفوا لكن دول أكيد لما تبقى الحاجة جديدة فيها ببينو حطت فيها باشن فروض صح؟ طبعاً التعاقد إزاي؟ التعاقد إن أنا بقدم له خدمات يعني أنا بقدم له مميزات بقول له والله الالسان ده هو والباشن هو والبينو هو والدرجون هو السلام عليكم في بعض الأماكن اللي هو دايماً بيبقى عنده مخاطر يقول لك طب مين اللي هشتري مني؟ طب هنبيع لي مين؟ فأنا بساهل عليه الأمور كلها بقول له الحاجة كلها عندك هي والسلام عليكم ونتحاسب لما تبيع نفاجي بعد أسبوع قبل ما يخلص الأسبوع بيكون ضرب عليها وقول لي لو سمحت هاتلي كمية من كذا وكمية من كذا عندك هي تاني فوق إستوي يعني الليتش موجود عندك إحنا فكرة الليتش ناجح في مصر طبعاً طبعاً وشركات كبيرة زرعاء هو الفكرة كلها الراس بيري البلو بيري أنا بأتكلم عن التراجون وعن الببينو وعن الباشن لكن إحنا عندنا فضل الله أنا زارع عامل بحث على عشرين صنف من الفواك الإستوي بترعبها و بتدرسها طبعاً البلاك بيري والبلو بيري وعندنا البامبوزيا وعندنا السابوتا وعندنا الليتشي وعندنا الشيكو لا، السابوتا يدي سابوتا دي عندنا كرة كاملة عندها السابوتا لما شاكالين برضو حضرت ها، وحلوا قوي ها، في الأماكن الأرض الطينية ها، بالزبط تنوع في الأراضي وفضل وعندنا جاك فروتو والإستار فروتو جاك فروتو دي لو نجحت في مصر إحنا عندنا الشجرات منها دخل الشجرة الواحدة بيوصل 100 ألف جنيه ده صحيح فبجات إزاي دي 100 ألف كيلو طن إحنا عندنا السامرة بتوصل 15 كيلو بس عمرها كبير أول جاك فروت دي يعني عشان تنتج حلاني إحنا حضرتك إحنا ما منزرعش عشان إحنا مش إحنا نأكل بس إحنا عاوزين الأجيال اللي جاية تأكل إحنا لو قعدت سباح سينوه بعد كده أنتجت وجابت لها طن في 100 جنيه مثلا متواصل السامرة كبيرة اللي فيها زي شوف كده دي خمسة مليون الفداني الواحد نعم ما فيش أي ماني خمسة مليون أوه خمسة منتحك تضرب 100 ألف جنيه للشجرة لو فيها طن الكيلو بمئة جنيه بمئة ألف جنيه للشجرة في خمسين شجرة لو أنت معملش كده لإيه أنا بالنسبة للجاك إحنا إحنا تحت للبحث ما هو أنا حضرتك الحاجات دي إحنا بقالنا ست سنين فإحنا الحمد لله اللي وصلنا للتمييز في الدراجون وصلنا للتمييز في البشن إحنا عاك إحنا واخدين كل حاجة تجارب إحنا خدنا الدراجون زرعناه عندنا أنتج زي ما حاك شفت وصورنا قبل كده بسم الله ما شاء الله بدينا نلقي الأفكار دي عند الناس وعندنا النهاردة مساحات ما شاء الله يعني فيه ناس بدأت تزرع بالعشر أفدين عندنا مخطط لسهل باركة خمسين فدان دراجون الوقت الجديد نعم منهم خمساشر فدان بيتزرعوا النهاردة واخدينها مراحل منهم فدان تزرعوا وفيه خمساشر فدان النهاردة بيتجهزوا وبيتزرعوا وبقية المساحات إن شاء الله في المخططات اللي جاية عاملين برنامج للتسويق عاملين برنامج لإستخدام الدراجون إذا كان في العصائر عاملين فضل الله خطة وماشيين عليها والحاجة اللي بتنجح معنا نتوسع فيها أنا مواجهب شوية بالمشوى مفروض دي عشان منبهر بصراحة بمنظر السمرة النازلة دي فعايزة أفهم شوية عن نبات ده ده يتزرع إمتى؟ أفضل وقت للتقليم بتاقله بيسمر إمتى؟ نعم هو الباشن حضرتك دايما الزراعات غالبيت الزراعات ومن ضمنها الباشن بيتزرع بعد استقرار الجو اللي هو شهر مارس وإبريل نهاية مارس وعوائل إبريل وحتى أنا كمان لناس اللي عاوزة تعمل تعقيل منه وكلام منه بيبقى في المرحلة دي ده بالنسبة لماوية الزراع عملية الإصمار بتبقى بعد السنة لو أنا زارع شتلة حجمها كويس ورعاية رعاية جيدة بيديني الإنتاج اللي حاك شايفه ده بعد السنة شهر كام بالزبط يبدأ الزهرة تطلع وتتحول لصمرة؟ مميزات الباشن إن حضرتك بتلاقي في دفعات يا طوكح ذاتي مش كده؟ نعم والمميزات بتاعتك بأنه بيدينا دورات يعني حاج بتلاقي في محصول عندك في إبريل مش كله بيطلع مرة واحدة؟ لا ده كمان في المواسم نفسها في الموسم الواحد بيبقى فيه مواعيد بيبقى إبريل وبيبقى عندنا فيه بننتج في يونيو ويوليو وأغسطس بتلاقي طبعا مرحلة الزهرة لمرحلة العقد بتاخد شهرين متوسط وبعدكها بتديك السمرة اللي حاك شايفها دي وكمان الإنتاج نفسه بيبقى على مراحل طب دي أول ما طلعها لازم تروح السوق على طول مش كده؟ لا تقعد ممكن تقعد يعني شف لي بتاعه طويل؟ اه تقعد يعني ممكن سوق ماركة تقعد عدد ايه؟ تقعد عشر تيام عشر تيام؟ ما تحصلش فيها حاجة وتبادل بقوله ومجوه ما تبص بالعكس ده هي لما بتقعد كمان خلال عشر تيام دول بالنسبة السكر بتاعتها بترتفع القشرة بتاعتها النشفة دي دي تمنع عنها هي حشرات مش كده؟ هي بيقشرة فلينية وزنها طبعا مش تقيل خفيف بتتميز باني حتى لو سيطت ولا حاجة ما بيحصل لاش كدمات كبيرة لان دي جلدة سفنجية بتبقى طبقة حامية وبتحتبر كفر انا بفضل ناتي التاكل تتشال الطاقية اللي فوق دي والفتحة بتاعها اللي هي دي اللي بورا دي بنشيل الجزء اللي فوق ده اه وبنشفطها كده كعصير بتبقى عاملية شط اه او بتاكلها بالمعلقة بتبقى يحتبر كباية عصير جاهزة بدون اي اضافات وبدون اي تدخل صناعي انت عارب ان فيها عصير جاي مبرا مستوردة فيها بزرة الباشنفروت دي نعم يعني عارب ندخل كمان صنعات غزائية يعني دي مستبع لها واحد جدا في مصر الحمد لله نتمنى ان الناس ستتوسع فيها ويكون لنا ان شاء الله يعني من ضمن الحاجات اللي بطامن بقى الناس برضو ان احنا ده معمل يعني حاجة كده بنجرب فيها والحمد لله نتائج باينة واضحة فان شاء الله هنكمل وحنشتغل على كل المستويات ونوصل لنتائج رائعة بإذن الله تعالى ونجيب عملة صعبة المصر تخيالوا حضراتكم سمرة الباشنفروت اللي طعمها وهمي بجد لها فوائد صحية رهيبة زي تنشيط الزاكرة والشعور بالحيوية وتقوية جهاز المناعة وغيرها كتير جدا من الفوائد أما سعرها في السوق المحلي فعالي فعلا وده باختصار لأن فيه طلب عليها ناس بتحبها فعلا وناس بتشتريها عشان تتعرف عليها كفكهة استوائية أهم من باب العلم بالشيء باختصار زرعة حلوة ومش محتاجة مساحة كبيرة وبتحافظ على أي نبات يتزرع معها اشتركوا في القناة